اخوان واحد النقطة اللي بغيت نشيرها بالنسبة للمبتدئين باش يفرقوا ما بين الفيوم المصري والدندروي اللي معروف باسم الفيوم الأردني بالنسبة للفيوم المصري روه هذا يعني الشكل دياله تكون فيها الكحل ومنقط بالبيض العينين تكون كوحل ورجلين تكون كحلين والوزن كما تتشوفو راها غيكون فيه واحد جوش كيلو ولا جوش كيلو ومائتين بحلقك ان شاء الله تكون فيه هذا رضاكار عمر اربعة اشهر كما تتشوفوه هالجانوائح اللون بتشوفو الدكور كيفاش داير رواه هذا الفيوم المصري بالنسبة للفيوم الأردني أو الدندروي هذا نموذج ديال الدندروي اللي تتسمى كذلك بالفيوم الأردني وخانا ما تنقول شرا فيومي أردني حين الفيومي معروف هو الفيوم المصري اللي تلقاوه في منطقات الفيوم أما بالنسبة للأردني راه هو الدندروي وهذا هنتم كما تتشوفو الشكل دياله كي تكون داير را مشي بحل الفيومي المصري والوزن را تكون تبارك الله وزن هو هذا را فروج عمر اربع اشهر مقارنة مع الفروج ديال الفيومي المصري اللي بريدتكم قبيلة را بين الفرق تبارك الله انتما الاخوان كما تتشوفو هذا فيومي مصري وهذا الدندروي يعني الفرق في الانتاج ديال البيض را ما كانش الفرق را بحال بحال في الانتاج ديال البيض ولكن كان فرق في الوزن وفي الشكل هذا تكون تبارك الله الدندروي وزن على الفيومي المصري هذا هو الفرق اللي كينا الاخوان باش ميغشكم تواحد ان شاء الله هاو مباينين انتما الاخوان اه مهم احنا بغن نعطيكم فكرة على الفيومي المصري وعلى الدندروي لان الاغلبي ديال الاخوان ما تعرفوش الفرق بيناتهم وتشكو في المسألة ديال الدندروي واش كاين ولا ما كاينش انا اتنقلكم الدندروي ها هو كاين را ما شما كاينش وهال في يومي راتا هو كاين اشتركوا في القناة